بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أيها الأعزاء ذكرنا في درسنا الماضي بأنه إذا كان عامل الحالي صفة غير متصرفة فإنه لا يجوز تقدم الحال عليه أي تقدم الحال على العامل ومرادنا بالصفة غير المتصرفة قلنا اللي ما تقبل التأنيث والتثنية والجمع وهي أفعل التفضيل فإذن أفعل التفضيل قلنا لا يجوز ماذا أن نقدم الحال عليه فنقول زيدون أحسن من عمر ضاحكاً ولا نقول زيدون ضاحكاً أحسن من عمره الآن يذكر لنا استثناء لهذه القاعدة لحظة قاعدة ماذا؟ عدم جواز تقديم الحال على أفعل التفضيل يقول هناك استثناء وهو إذا فضل الشيء في حال على نفسه في حال أخرى لاحظ إذا فضل شيء في حال على نفسه في حال أخرى مثلاً زيدون قائماً أحسن منه قاعداً فزيد فضل على نفسه زيد في حال القيام فضل على نفسه في حال القعود صحيح؟ إذن إذا فضل شيء في حال على نفسه في حال أخرى أو فضل شيء في حال على غيره في حال أخرى مثل زيد مفرداً أنفع من عمر معاناً إذن فضل في حال على غيره في حال أخرى زيد مفرداً حال كوني مفرداً أنفع من عمر معاناً واضح كيف؟ وبتعبير آخر أنه يجوز تقدم أفعل التفضيل يجوز تقدم الحال على أفعل التفضيل إذا وقع الحال بين اسمي تفضيل هكذا يمكن أن نعبر عن القاعدة بين اسمي تفضيل صحيح أم لا؟ زيد قائماً أحسن منه ماذا؟ زيد مفرداً أنفع من عمر معاناً إذا وقع بين اسمي تفضيل فالأول راح ماذا يتقدم عليه يعني الحال الأول يقول ونحو زيد مفرداً أنفع من عمر معاناً صحيح أم لا؟ هذه مفرداً حال وتقدمت على أنفع على أفعل التفضيل يقول مستجاز لن يهن هذا جائز هذا مستثنى من مسألات عدم جواز الحال على أفعل التفضيل تقدم أن أفعل التفضيل لا يعمل في الحال متقدمة صد تتقدم عليه الحال واستثنى من ذلك هذه المسألة وهي ما إذا فضل شيء في حالين على نفسه أو غيره في حال أخرى صحيح أم لا؟ نعم فإنه يعمل في حالين إحداهما متقدمة والأخرى متأخرة وذلك نحو زيد قائماً أحسن منه قاعداً فهنا فضل زيد في حال القيام صحيح؟ على الزيد في حال القعود إذن فضل شيء في حالين على نفسه في حال أخرى وزيد مفرد أنفع من عمر معاناً هنا فضل شيء في حالين وهو عمر في حال الإنفراد على شيء غيره في حال أخرى وهو ماذا؟ عمر في حال الإعانة نعم يقول فقائماً ومفرداً منصوبان يعني الحالان المتقدمان قائماً في قولنا زيد قائماً أحسن منه قاعداً ومفرداً في قولنا زيد مفرداً أنفع من عمر معاناً منصوبان بأحسن وأنفع وهما حالان صحيح؟ معنهما ماذا؟ متقدمان وكذا قاعداً ومعاناً أيضاً الحالان المتأخران هكذا وهذا مذهب الجمهور طيب لكن هناك رأي آخر قال لا هذا المتقدم ليس منصوباً بأفعل التفضيل زيد قائماً أحسن منه قاعدان هذا قائماً مو منصوب بأفعل التفضيل لا هذا منصوب بفعل محذوف فما يحتاج أن تستثني من القاعدة هذا مو منصوب بأفعل التفضيل والله تقدم على أفعل التفضيل لا منصوب بفعل محذوف والتقدير زيدون إذا كان قائماً والثاني أيضاً منصوب بفعل محذوف أحسن منه إذا كان قاعداً فليس أي منهما منصوباً بأفعل التفضيل فخلص إذن ما في مشكلة لاحظتم؟ وزعم السيرافي أنهما خبران منصوبان بكان المحذوف نعم والتقدير طبعاً إذا قدرنا كان بعد واضح رح يصير هذا خبر خبر رح يصير ما رح يبقى حال تمام؟ طيب لأنه كان تأخذ خبراً والتقدير زيد إذا كان قائماً أحسن منه إذا كان قاعداً وزيد إذا كان مفرداً أنفع منه إذا كان أنفع من عمر إذا كان معاناً نعم ولا يجوز تقديم هذين الحالين على أفعل التفضيل ولا تأخيرهما عنه يعني ما يصير أنت تتلاعب هنا لا يجوز أن تأخذ الحالين مع أن تقدمهما على أفعل التفضيل أو تأخذ الحالين مع أن تؤخرهما عن أفعل التفضيل وإنما واحد قبل وواحد بعد هكذا يقول ولا يجوز تقديم هذين الحالين على أفعل التفضيل ولا تأخيرهما عنه فلا تقول زيد قائما قاعدا أحسن منه هنا إن لاصت الأمور بتعبير أهلنا في العراق لا تقول زيد قائما قاعدا أحسن منه وقصدك زيد قائما أحسن منه قاعدا ولا تقول زيد أحسن منه قائما قاعدا أيضا يعني تجعل الاثنين بعد أفعل التفضيل ممتاز الآن مسألة جديدة هل يجوز أن يتعدد الحال أعزائي يصير الجواب نعم يجوز ذلك وهذا له حالتان لاحظوا معي أن يكون صاحب الحال واحدا مثلا جاء الزيد ضاحكا راكبا تعدد الحال وصاحب الحال واحد وهو زيد اثنين أن يكون صاحب الحال متعددا مثل قابلت فاطمة صاعدا نازلة لاحظ قابلت فاطمة صاعدا نازلة يعني أنا صاعد وهي نازلة فصاعدا حال من التاء تاء الضمير قابلت ونازلة حال من المفعول به لهو فاطمة واضحك؟ طيب الآن السؤال في مثل هذا الثاني اللي يتعدد الحال مع تعدد صاحب الحال ماذا لو لم يظهر المعنى؟ يعني الآن في هذا المثال المعنى مفهوم أنه قابلت فاطمة صاعدا نازلة واضح أنه صاعد هذا يعود إلي ونازلة حال من فاطمة باعتبار أنه واحد من صاحب لي الحال مذكر والآخر مؤنى لكن ماذا لو لم يظهر المعنى؟ مثلا أقول لقيت زيدا صاعدا نازلا الآن لقيت زيدا صاعدا نازلا مو هو زيد صاعد نازل وإنما صاعدا حال لأحدنا صحيح أم لا ونازلا حال للآخر يعني واحد مننا صاعد واحد مننا نازل الآن من هو الصاعد ومن هو النازل؟ إذا التبس المعنى ماذا نصنع؟ الجواب يقول في هذه الحالة يعطى أول الحالين لثاني الإسمين هكذا الحكم فلقيت زيدا صاعدا نازلا يعني زيد هو الصاعد وأنا النازل يعطى أول الحالين لثاني الإسمين واضح؟ لقيت زيدا صاعدا يعني زيد صاعد وأنا نازل نعم نقرأ الآن يقول والحال قد يجيء ذا تعددي لمفرد فعلا وغير مفردي إذن يجوز أن يتعدد الحال ويكون صاحب الحال مفردا جاء زيدون ضاحكا راكبا صاحب الحال هو زيد أو يتعدد الحال ويكون صاحب الحال متعددا مثل لقيت فاطمة صاعدا نازلة طيب يقول يجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد أو متعدد نعم فمثال الأول فمثال الأول جاء زيد راكبا ضاحكا هذا ماذا تعدد الحال وصاحبها مفرد وهو زيد فراكبا ضاحكا حالا من زيد والعامل جاء ومثال الثاني اللي صاحب الحال متعدد لقيت هند ها مصعدا منحدرة هندنا تعدد في صاحب الحال لأنه صاحب الحال الأول أنا صحيح أم لا التاء وصاحب الحال الثاني هو هند يقول يقول فمصعدا حال من التاء ومنحدرة حال من هند والعامل فيهما لقيت طيب ومنه قوله لقي ابني أخويه خائفا منجديه فأصابوا مغنما لاحظ فخائفا حال من ابني صحيح أم لا يعني ابني هو الخائف ومنجديه حال من أخويه لقي ابني أخويه خائفا منجديه فأصابوا مغنما نعم يقول فخائفا حال من ابني ومنجديه حال من أخويه والعامل فيهما لقي فعند ظهور المعنى ترد كل حال إلى ما تليق به إذا المعنى واضح أرفت كيف واحد مذكر واحد مؤنث واحد مفرد واحد مثنى فواضح بعد ما يحتاج لكن إذا لم يتبين لنا الآن يقول فعند ظهور المعنى ترد كل حال إلى ما تليق به وعند عدم ظهوره يجعل أول الحالين لثاني الإسمين كما بيّنت لقوا وثانيهما لأول الإسمين صحيح أم لا ففي قولك لقيت زيدا مصعدا منحدرا من المصعد زيد صحيح أم لا أول الحالين لثاني الإسمين ومن المنحدر أنا ثاني الحالين لأول الإسمين يكون مصعدا حالا عزائي من زيد ومنحدرا حالا من التار طيب المسألة الأخرى إخوتي أنه الحال قسمان حال غير مؤكدة وحال مؤكدة غير المؤكدة كل الأمثلة التي جئنا بها هي لها جاء زيد ضاحكا باكيا راكبا حزينا إلى آخر الحال المؤكدة قسمان حال مؤكدة للعامل وحال مؤكدة لجملة لهم الحال المؤكدة للعامل تارة توافق العامل لفظا ومعنا مثل أرسلناك للناس رسولا وتارة توافق العامل معنا لا لفظا مثل لا تعثوا في الأرض مفسدا لاحظ كيف كلاهما مؤكدة للعامل أرسلناك رسولا أي رسولا حال مؤكدة ولا تعثوا مفسدا مفسدا حال مؤكدا لأنه مفسدا هي بمعنى تعثوا تعثوا يعني تفسد ولكن تارة تخالف في اللفظ مثل تعثوا مفسدا وتوافق فقط في المعنى وتارة توافق في اللفظ مع المعنى طيب هاي الحال المؤكدة لماذا للعامل عندي حال مؤكدة لمضمون جملة وشرط هذه الجملة أن تكون جملة اسمية وجزآها اسمان جامدان إذن تؤكد مضمون جملة اسمية جزآها اسمان جامدان مثل أنا ابن دارة معروفا لاحظ أنا ابن دارة معروفا هذه معروفا حال وقد أكدت مضمون جملة اسمية وهي أنا ابن جزآها اسمان جامدان فمعروفا حال والعامل فيها ماذا محذوف العامل فعل محذوف والتقدير وحق معروفا طيب يقول وعامل الحال بها قد أكد إذن القسم الأول من الحال المؤكدة طيب لتؤكد العامل وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعث في الأرض مفسدا يقول تنقسم الحال لا مؤكدة وغير المؤكدة فالمؤكدة على قسمين وغير المؤكدة ما سوى القسمين طيب غير المؤكدة هاي اللي تكلمنا عنها الآن المؤكدة فالقسم الأول من المؤكدة ما أكدت عاملها وهي المراد بهذا البيت وهي كل وصف دال وهي كل وصف دل على معنى عامله وخالفه لفظا وهو الأكثر أو وافقه لفظا إذن المهم كيف تكون مؤكدة تدل على نفس معنى العامل الآن تارة توافقه أيضا في اللفظ وتارة لا تخالف لفظا فمثال ما خالفه لفظا وهو الأكثر لا تعث في الأرض مفسدة فإن مفسد بمعنى تعث نعم ولكن مخالف له لفظا وقوله تعالى ثم وليتم مدبرين مدبرين بمعنى ماذا مولين نفس الشيء طيب فإذن وافقه معنى لا لفظا وقوله ولا تعث في الأرض مفسدين جيد ومن الثاني اللي هو وافقه معنى ولفظا أيضا بالإضافة إلى المعنى اللفظ قوله وأرسلناك للناس رسولا واضح وقوله وسخر لكم الليلة والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إذن سخر لكم لاحظ كيف مسخرات فإذن فإذن حال مؤكدة للعامل طيب الآن القسم الثاني الحال المؤكدة لمضمون جملة يقول وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها ولفظها يؤخر وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها محذوف عاملها ولفظها يؤخر طبعا يجب بالنسبة إلى هذا الحال أن تتأخر عن الجملة المؤكدة لها ولا يجوز أن تتقدم عليها هذا هو القسم الثاني من الحال المؤكدة وهي ما أكدت مضمون الجملة وشرط الجملة أن تكون اسمية وجزآها معرفتان جامدان زيد أخوك عطوفا زيد أخوك عطوفا يعني أحقه عطوفا فعطوفا حال مؤكدة لمضمون جملة وعاملها محذوف وأنا زيد معروفا نفس الشيء يعني أحق معروفا فمعروفا حال مؤكدة لمضمون جملة وعاملها محذوف ومنه قوله أنا ابن دارة معروفا بها نسبي وهل بدارة يا للناس من عاري طيب فعطوفا ومعروفا حالان وهما منصوبان بفعل محذوف وجوبا والتقدير في الأول أحقه عطوفا ها وفي الثاني أحقه معروفا طيب ولا يجوز ولا يجوز تقديم هذه الحال على هذه الجملة فلا تقول عطوفا زيد أخوك ولا معروفا أنا زيد ولا توسطها بين المبتدأ والخبر فلا تقول زيد عطوفا أخوك جيد الآن أعزائي الحال الجملة كل ما تكلمناه سابقا كان عن الحال المفرد الآن ننتقل إلى القسم الثاني من الحال وهي الجملة كما يقع الحال مفردا ممكن أن يقع جملة وهذه الجملة لا بد فيها من رابط يربطها يربطها مع السابق مع صاحب الحال وهذا الرابط إما أن يكون ضميرا مثلا جاء الزيد يده في جيبه يده ها الها وإما أن يكون هو الواو واو الحال جاء الزيد وعمر نائم ها وعمر نائم وإما أن يكون هو الضمير والواو جاء زيد ويده في جيبه واضح كيف إذن لا بد من الرابط الرابط إما هو الضمير وإما هو الواو وإما هما معان لاحظتم معزي يقول وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناو رحلة نعم هذه جملة وهو ناو رحلة هذه في محل نصب حال طيب وكما تلاحظون أن الرابطين اجتمع الواو موجودة وهو ناو رحلة والضمير اللي هو هو يقول الأصف الحال والخبر والصفة الإفراد طبيعي الأصف الإفراد أن تأتي اسما مفردا وتقع الجملة موقع الحال كما تقع خبرا كما تقع صفة وذكرنا ذلك سابقا أيضا تقع الجملة حالا نعم كما تقع موقع الخبر والصفة ولا بد فيها من رابط صحيح أم لا الرابط لا يجوز أن يتنازل عنه وهو في الحالية نعم في الحالية ماذا طبعا الرابط أيضا ذكرنا في باب جملة الخبر لازم يكون رابط وبيناه إذا تذكرون أربعة أنواع للرابط في الصفة أيضا يجب أن يكون رابط جيد في الحالية في الجملة الحالية الرابط ماذا يكون يقول إما ضميرون إما ضميرون نعم اللي هو هذا مشترك في جملة الخبر موجود الرابط لهو ضمير في جملة الصفة موجود في الجملة الحالية إما ضميرون نحو جاء زيدون يدهو على رأسه الرابط هو الها أو واو الواو أيضا تمشي الحال وتسمى واو الحال وواو الابتداء وعلامتها صحة وقوع إذ موقعها كيف نعرف أنها هي واو الحال نستبدلها بإذ جاء زيدون ويده على رأسه نقول جاء زيدون إذ يده على رأسه صحيح أم لا طيب جاء زيدون وعمرون نائم إذ عمرون نائم نحو جاء زيدون وعمرون قائمون التقدير إذ عمرون قائمون فإذن الرابط إما هو الضمير وإما هو الواو وإما الضمير والواو مع النحو جاء زيدون وهو ناون رحلة وسوف نتحدث عن تفاصيل ذلك إن شاء الله في الدرس المقبل والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد